غلبها البكاء بعد أن فقدت ابنها مقتدى دول عشرة أعوام إفرار رصاصة عشوائية استقرت في كتفه الأيمن رصاصة كانت كفيلة بخطف حياته بينما كان يستظل بظل أمه في باب غرفة النوم أهالي الضحية يعيشون صدمة كبيرة بعد أن فقدوا مقتدى الذي ترك شقيقه التوأم وحيدا مطالبين الحكومة بإلقاء القبض على من تسبب بقتل ابنهم وإنزال أقصى العقوبات بحق مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي يعني هسا إذا تسأل بالمنطقة أكثر من عشرين حالة صارت نفس الحالة مالا نتيجة الاستهتار واستخدام السلاح على كل شيء لا لغة الرصاص باتت المعبر الوحيد عن شعور السعادة أو الحزن في العراق إطلاقات تباغت المدنيين في عقل دارهم وتفجع الأهل أبراهيمي هات قناة الدجلة بغداد ترجمة نانسي قنقر